سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيدة بلقياكم في هذا الموجز الإخباري المفصل وهذا أبرز عنوانه بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامير حسني وهذا الأخير يرد عليها قبل الخوض في هذا الموجز الإخباري لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم التفاصيل أعلنت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية باسم بوسيل اليوم الخميس عن طلاقها رسميا من الفنان المصري تامير حسني وكتبت بوسيل عبر حسابها الرسمي على أنستغرام وجعلنا بينكم مودة ورحمة دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامير وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير آمين يا رب وفي وقت سابق قام الطرفان بإلغاء متابعة بعضهم البعض على أنستغرام في خطوة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها متتبعون تمهيدا لإعلان الطلاق ورد عليها تامير حسني قائلا وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أم لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل الأولاد وأضاف وسيظل بيننا الاحترام والتقدير 12 سنة من الزواج مشهينة أربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله نهاية الموجز شكرا على المتابعة وإلى اللقاء